أهلا بكم في أولى موعدنا الأخبارية لهذا اليوم وهذه أبرز العنوين نردين الطبو بيتعهد بالتدخل لحل أزمة المعالمين النواب والمتعاقدين الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية تصل إلى جربة للمشاركة في القمة الفرنكفونية والخارجية الفرنسية تتوعد إيطاليا وتعلن تعلق إعادة توطين للمهاجرين أهلا بكم في التفاصيل أكدت وزارة الصحة إثر تسجيل تزايد في عدد الإصابات بمرض الإسهال بجرثومة شيغيلا جديد المقاومة في الفترة الأخيرة خاصة لدى الأطفال على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع والتي تتمثل على وجه الخصوص في غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل أعدد الأكل وقبل وبعد الأكل وبعد استعمال المجموعة الصحية وبعد تغيير حفظات الأطفال مع الحرص على تقليم الأظافر ونظافتها وتنظيف وتطغير المجموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستحمام واستعمال الماء الصالح للشربة المتأتي من مصادر مياه مراقبة وفي حال عدم توفر هذه الإمكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالها الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وأعداد الأكل مع الحرص على غسل وتطغير الخضر والغلال والأواني والطاهي الجيد والتخلص من حفظات الأطفال المصابين في أكاس مغلقة وتطغير مكان تبديل الحفظات بشكل جيد عدم ممارسة السباحة إلى حين الشفاء التام التخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء وفي حالة الإصابة بالإسهال شددت وزارة الصحة على ضرورة عيادة الطبيب مع الحرص على شرب كمية وفيرة من السوائل واعتماد رضاعة الطبيعية بنسبة للرضع والإبقاء على المصابين بالمنزل مع الالتزام بنصائح الطبيب وتجنب الاحتكاك واعتماد سلوكية الصحية عند التعامل مع باقي أفراد العائلة والامتناء على حمل الأطفال المصابين لرياض الأطفال والمدارس إلى حين تماثلهم للشفاء في موضوع آخر وعد الأمين العام للاتحاد العامة تونسي لشغل نوردينة بوب أمس بتدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل تقريب وجهة النظر وحل الأزمة الناتجة عن فشل المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بخصوص المعالمين النواب والمتعقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية سنة الدراسية الحالية وفقا أكده الكاتب العام للجامعة نبيل لهواشي وبين لهواشي في أعقاب لقاء الجمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بأعضاء الجامعة أن الحلول التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه التدخلات سيتم عرضها على الهيئة الإدارية التي من المقرر إنعقادها يوم الخامس عشر من نوفمبر الحالي دعا وزير شؤون دينية الإطارات الدينية إلى الوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة وعدم الإنخراط في الدعاية وتجنب توظيف المسجد بأي شكل من الأشكال في الشأن السياسي حتى تظل عنصر تجميع لا تفريق على حد قوله وأعلن الوزير أمس بمناسبة زيارة عمل إلى ولاية باجا أن التسجيل لأداء فريدة الحج سينطلق يوم الثامن عشر من نوفمبر ويتواصل حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل عن طريق الرابط المدرج بالموقع الرسمي للوزارة مضيفا أنه سيتم إصدار وثيقة توجهية لضبط كل التفاصيل على ضوء المستجدات التي قال إن جزءا منها يرتبط بالجانب التونسي والجزء الآخر بالجانب السعودي حلت مساء أمس بمطار جربا جرجيس الدولي الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويزا موشيكي وابو بمناسبة مشاركتها في القمة الفرنكفونية التي سيتم تنظيمها يومي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر بجزيرة جربا وكان في استقبال الأمينة العامة وزير سياحة محمد المعز بالحسين بمعية ويلي مدنين سعيد بن زايد حيث أطلع بالمناسبة على آخر الاستعدادات لتنظيم القمة مؤكدا أن كل شيء جاهز لتنظيم هذا الحدث العالمي من جهتها عبرت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية عن اعتزازها بتواجدها في تونس مؤكدا أن هذه الدورة من القمة ستشهد نجاحا كبيرا بفضل المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف والهيكل في تونس وكذلك ستشهد مشاركة عددها من وفود البلدان الفرنكفونية دوليا هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا سلطات الإيطالية بالعواقب المترتبة عن رفضها قبول المهاجرين معلناة بتجديد الرقابة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة لوبا غيزين الفرنسية ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الصدد ومن جانبنا علقنا آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الرقابة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا وذكرت كولونا أنه يجب تذكير روما بواجبها في إظهار الإنسانية ومن جانبها ذكرت صحيفة بوليتيكو في سياق سابق أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتهمت رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة بسبب الوضع حول المهاجرين نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين نردين الطابو بيتعاد بالتدخل لحل أزمة المعالمين النواب والمتعاقدين الأمنة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية تصل إلى جربة للمشاركة في القمة الفرنكفونية والخارجية الفرنسية تتوعد إيطاليا وتعلن تعليق إعادة توطين المهاجرين كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الله حيث فهم لكم أجمل تحية تام حمدي في أمين الله